انا عايز اعمل فيتزا سيفود بصوص ابيض فعشان نعمل بشمال بناخد اهي ده كان دي كان كوباية لبن على كوباية كريمة لباني ومعها ورقتين لورة وشوية فلفل اصمر حب طيب هنكمل بقى البشمال ازاي ان احنا بناخد اكش بلاش دي اخد دي ادي كده حل على النار هنسيع فيها زبدة اول ما الزبدة تبتدي اتفاوم نحط عليها الدقيق وبعد كده هنو بنزلين بالنصافة المية بالكريمة اللي باني دي نصافيها ونضرب نضرب لحد ما يبقى قوامه تقيل وهو لسه دافي هنحط عليها كريم تشيز اللي هو بيخش بالشيز كيك مسكر؟ لا مش مسكر هو بيبقى لطيف تمام؟ حلوة اوي بدأت ايه؟ صح؟ تعمل رغاوي ننزل بقى بالدقيق واحد لواحد نقلب 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 لحد ما ايه؟ الدي يتحمص طلقاني الريحة حلوة يميل تعال انت رسمك بعد زمك مش عايزك مضرب سلك ويسك مضرب سلك ويسك يميل ادي كده بشمال تقيل بشمال تقيل جميل كريم تشيز كريم تشيز يتحط والبشمال سخن ليه؟ عشان يسيح في وسطيها بعد كده عايز ملح طبعا ما تنسوش تمالحوها ما تنسوش تمالحوها ده كده بتاعة البيتزا العجينة نفسها بتتعمل ازاي؟ العجينة بتتعمل من الخمس مكونات اللي قدامنا دقيق ميا عسل خميرة ملح عجينة البيتزا بتبعى بناخد المياه الاول مع الملح معادي وبعد كده بنحطوهم خليهم بنعجنهم على بعض بنعجنهم بنعجنهم على بعض في العجينة سوري وبعد كده بنضيف لها الايه؟ العسل بندوب العسل في المياه بنضيف لها الخميرة بعد كده تتعجن الخميرة تخش مش من الاول تخش بعد كده تمام؟ بعد ما already كرة العجينة تكون اتكونت جميل فهمتوها؟ موضوع سهلي جدا تمام؟ اه دي كده ايه؟ العجينة بعد ما كورت حطناها في بولا يدوب واخدة نقطة نقطة من الزيت عشان ما يلزقش في البولا وتخمر كده دي انا مطلع نكور العجينة تقاتل البيتزا وهبتدي افرد ممكن نفرد بمردنة او ممكن نفرد على ايدينا انا بحب افرد على ايدي عشان انا بحب بحطة خينة وحطة رفاعة دي دي افرد استخدم دي لدرر الابيض فيش دي درر ابيض خبص مش لازم اصلا تمام؟ وهنركب البيتزا زعتر مجفف سنة ملح صغيرة سنة ملح صغيرة سموك سامن خطوا بقى طابين السيفود اللي ايه تعجبكم نجمري من العلوش ليه لشن دا يستوي بسرعة تحت الشوايا رشة ملح زيت زيتون فرن كمام؟ بس دي هتقعد في فرن مسلا ايه؟ ماكسموم سبعة داية عشرة داية ماكسموم اخروا جنباري مستوي كتزاية مستوية هايلة جدا دلوقتي بعمل جارليك بورر باخد خط شوية توم مفروم وحسياحه في شوية زبدة المشكلة الكلمة اللي احنا نركز فيها حسياحها في شوية زبدة مش حمرها في زبدة في فرق كبير جدا اللي لسه حط عليها ملح لان هي دي اللي هادي اخر توتش على البيتزايت بتاعتنا ودي فعلا بتفرق جميل بتفرق قوي بديني بردو شوية زاطر